أربع لعيب عرب يستحق أنك تتابعهم في أولمبياد باريس 20-24 الجزائري جمال سرجاتي هيتوجه لأولمبياد باريس وهو عينه على تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 8 متر وتحقيق مدالية أولمبية لفريق ومنتخب الجزائر الأردني أحمد أبو الصعود في لعبة الجنبوز هيتوجه لأولمبياد باريس بعد تحقيق المدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة وهو عينه على تحقيق إنجاز أولمبي كبير لمنتخب بلاده الأردن المغربي رمزي بوخيام بيتأهل الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه بعدما تأهل البطولة اللي فاتت في رياضة ركوب الأمواج واللي تعتبر لسه جديدة على الألعاب الأولمبية وبيهدف طبعا اللاعب المغربي لتحقيق مدالية لمنتخب وفريق المغرب وأخيرا القطري المعجزة معتز برشم في رياضة ألعاب القوة واللي بيهدف لتحقيق المدالية الرابعة في تاريخه في أولمبياد باريس 20-24 وكمان عايز يحقق إنجاز تاريخي لمنتخب وفريق قطر وانتم كمان مستنين رقيكم في الكومتس شايفين مين من العيبة العرب ممكن يحقق إنجاز في بطولة باريس السنة دي ومين من العيبة اللي قلناهم هتبعوهم في البطولة